مشاهدين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بنا جميعا في الجزء الثاني من حديثنا حول البردة الشريفة توقفنا مليا مع صاحبها وسبب كتابتها واليوم نقف عند فصولها كتبها البوصير في حوالي مائة وخمسة وسبعين بيتا من بحر البسيط وقافيتها الميم وقسمها إلى عشرة فصول رائعة جدا فصول كلها تدور حول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جماله وجلاله وآياته وجهاده وشفا صلى الله عليه وسلم فمن جمال البردة خاصة والمديح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عامة أنه في قصيدة البردة الأولى لسيدنا كعب رضي الله عنه والتي كتبها وهو خائف وجل قد جاء بها مستشفع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقبل إسلامه وينال بقصيدته شفاعته فألبسه صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة وجاء وحرزان وفرحان وشفاعة له في الدنيا والآخرة قصيدته التي كان مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول مطلعها على شاكلة مطالع قصائد أهل الجاهلية أندك وبعده بقرون جاء البصير رحمه الله وكتب هاته القصيدة الرائعة المباركة الخالدة والتي مطلعها أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي فينال رضي الله عنه بردة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام والقصة ذكرناها في الجزء الأول مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خيري مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خيري خلقي كله مئة من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أمهبت الريح من تلقائك عظيمة وأومضع البرق في ظلمائي من إظامي ويأتي بعدهم أيضا بمئات السنين إمام الشعراء أحمد شوقي ليكتب قصيدة رائعة جدا وهي نهج البردة على منوال بردة البصير رحمه الله تعالى والتي مطلعها ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي بالأشهر الحرم فرأى أحد أئمة الأظهر الشريف في منامه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمره في المنام أن يذهب إلى قصر شوقي آنذاك لأنه يحتضر في تلك الليلة وأن يبشره قائلا قل له بأن الله قد غفر لك بمدحك لي فجاءه وأسره بالرؤية فقام وهو يحتضر يقرأ تلك الآيات من قصيدة سلو قلبي أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابة فما عرف البلاغة ذو بيان إن لم يتخذك له كتابة مدحت المالكين فزدت قدرا وحينما دحتك اقتدت السحابة سألت الله في أبناء ديني وإن تكن الوسيلة لي أجاب مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مريم على القاع بين البني والعالم أحل ساف كدامي في الأشهر الحرمين محمد سيد الكونين والصقالين هو الفريقين من غرب ومن هجامين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله في الفصل الثالث الخاص بجماله وجلاله يقول البصير رحمه الله محمد سيد الكونين والثقالين والفريقين من عرب ومن عجم فهو صلى الله عليه وسلم سيد كون السماء وسيد كون الأرض سيد عالم الأمر وسيد عالم الخلق ألا له الأمر والخلق فهو سيد الدنيا وهو سيد الآخرة صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين من جن وإنس وعرب وعجم فقد أما صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وهم خير أهل الدنيا وأما بأهل السماء وإمامهم جبريل عليه السلام يقول الإمام السبكي نبينا لو لم يكن خير الورى ما أما في أرض ولا سماء دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفن لم يدع المسلمون فيه صلى الله عليه وسلم لا ألوهيتان ولا ربوبية كما فعل النصارى ظلما وزورا في حق نبي الله سيدنا عيسى عليه السلام بعد هذا قل ما شئت مدحا فيه صلى الله عليه وسلم بما وافق منهاجه النبوي وقول الشعراء كل الشعراء من أول الدنيا إلى آخرها لن يبلغ حد وصف كماله وجماله وجلاله صلى الله عليه وسلم الله ناجى به نوحا من الظرك أكذا كان ناجى لإبراهيم من حرك أعلى الله ناجى به نوحا من الظرك أكذا كان ناجى لإبراهيم من حرك أقسمت بالله رب الناس والفلك وعق من خالق الإنسان من نالك إِنَّ الَّذِي أَخْجَلَ الْأَطْمَرَ فِي بَسَكِرِ إِنَّ فَاقَ النَّذِيِّنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ أَوَعَلَمِ عُدَانُ وَفِي عَلْمٍ وَعَلَى كَرَمٍ مَعْلَى يَصْعَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَسْعَبَةً أَوَعَلَى يَصْعَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا لو ناسبت آياته قدره عظاماً أحيي اسمه حين يدعى دارس الريمم أي أن آياته ومعجزاته التي ظهرت كسجود الشجار له وتسبيح الحجر بين يديه وكلامه مع الحيوان وظل الغمام له وزد على ذلك ما شئت من الآيات لو أنه سوت وقدره العظيم الذي لا يعلمه إلا الله وحده لكان كلما ذكر اسمه الشريف محمد ببركة اسمه يحيى دارس الرمى أي بال العظام في قبره لكن لن تبلغ آياته قدره رحمة بنا صلى الله عليه وسلم مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله ولن يضيق رسول الله جاه كاب إذا الكريم تجلى باسم منتقيم مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله يا نفس لا تقنطي من ذلة عظومة إن الكبائر في الغفران كله مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب العسيان في القسام مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله يا ربي واجع الرجاء غير منعكس لديك واجع الحساب غير منخري مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله موسيقى بعد تمانية فصول خلت نقف عند مقصد البصير من كتابة القصيدة بالمجمل أبيات كلها تذلل وأدب وفناء ويقين وقرب وفرج بجاه الكريم دنيا وأخرى صلى الله عليه وسلم يقول البصير موسيقى موسيقى سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أترككم أحبتي على أمل لقائبكم في فرصة قادمة مع قصيدة ولحن جديد والسلام عليكم ورحمة الله سبحانه وبركاته يا ربي بالمسطفى اترككم أحبتي على أمل لقائب السياع الكرام يا حون دوفنت في التلب يا عظمون فقادت من ديبه النبو والأبكمون يا رسول الله سلام عليك يا ربي بالمصطفى اشتركوا في القناة